مرحبا متابعينا من جديد على قناة المانع الماشي الدرس الثاني من زمن الحاضر في اللغة الالمانية وبهذا الدرس بعد ما خلصنا الدرس الاول بتمنى اللي ما حضر الدرس الاول عن زمن الحاضر يرجع يحضره هذا الدرس رح احكي عن الافعال الشازة او القوية او السماعية اه مع الافعال البسيطة الضعيفة الفرق بين عتن شلون بعرف هاد شاز وشلون هاد ضعيفة اهمية الفعل الشاز واستخدامه بعدين الحالات وانواع الافعال الشازة في حال انت كنت متابع الدرس او عندك نظرة قبل عن الافعال الشازة فبتمنى رغم هيك تابع مع الدرس حتى تشوف او تعمل مراجعة كاملة لمعلوماتك لانه حسب ما مصنف انا هتشوف اهميتين دورين باللغة تصريفين استخداما فقبل نبلش بالدرس مانا من كل ما اشترك بالقناة عندي ياريت هلا ارجع يشترك ولايك كومنت مشاركة في حال عشابكم الدرس عندي قدامي اربع افعال فعلين شبيلين وغوخن هن فعلين بسيطين وفعلين لاوفين وقايا هن افعال شازة الفعل البسيط شبيلين غوخن بهمني انا الجزر تابعه الاساسي ومتيلم ما حكيت بالدرس الابل انه الجزر هو نفسه الفعل بس بقي منه آن او آن لانه كل الافعال باللغة المنطقة الألمانية تنتهي ان او ان فعندي الجزر من الفعل شبيلن هو شبيل البغاتيغتم بعرف السماء أخذينه هو شبيلت بالبغاتيغتم الدرس سيأتي القدام نحن نضيف حرف ت فبصير بالماضي البسيط وبالبرتسيب سفاي نضيف غ للفعل البسيط ونضيف آخر ت طبعا نضيف الجزر الفعل من ان حطينا ت بصار عندي شبيلت بغاتيغتم حطينا غ واخر شي ت للجزر شبيل صار عندي هاد فعل بسيط هاي القاعدة اللي بغاتيغتم والبرتسيب سفاي بنتبع على كل الأفعال البسيطة كمان عندي الفعل غوخن جزر الفعل غوخن بقيم عندي غوخ بغاتيغتم غوخت وعندي بالبرتسيب سفاي غوخت الأفعال البسيطة هي اللي بنتبع عليها القاعدة من دون أي استثناء يعني هي اللي ما بتقاوم واللي هي بتمشي على القاعدة كل ياتا بحط G A بحط T أو بحط T بصير عندي بغاتيغتم أما الأفعال الشازة فهي أهم شي أنا أول شي لازم أعمله متل الفعل لوفن بتطلع على جزر الفعل بقيم الان ببقى عندي لوف إذا بدأ أحاولو بغاتيغتم بصير عندي ليف تغير من جزر الفعل ليف وإذا بدأ أحاولو بارتسيب سفاي صار عندي غلاوفن ضفت عندي AN فبما إنه الجزر تبع الفعل تغير عندي بالبغاتيغتم أو تغير عندي بالبارتسيب سفاي أو تغير باللتنين فهذا اسمه فعل شاز فعل قوي كمان عندي الفعل الجزر تبعه هو لما بدي أحاولو بغاتيغتم ماضي بسيط بصير عندي تغير كلياته إلا أول حرف فعل قوي ولما بدأ أعمله بارتسيب سفاي بصير عندي كمان جزر الفعل صار من جين من جين بالإضافة الفعل الشاز بتغير عندي تصريفه مع الضمائر يعني مثلا عندي الفعل البسيط لرنن جزروا لرن إذا أنا بدي أحكي إش لرن بضيف A متل ما حكيت بالدرس القبل دو لانست بضيف است ايا زي إس لانت إير لانت في زي زي لرنن بقى متل ما هو بل بغاتيغتم لانت لانتست هون بدي أضيف A لأنه في قاعدة لقدام رح نتعلمها في حال نهاية الفعل بتة والبغاتيغتم فبدي أضيف A لانتست وعندي لانت وعندي لانتت وعندي لانتت وعندي لانتن حطيت T عليهم كل يقتين مع التصريف بس بقي نهاية التصريف نهاية الفعل حولت إش دو ازي إس إير في زي زي طيب هلا عندي تصريف الفعل لوفن ومتل ما حكيت جزر الفعل لوفن هو لوف فأنا بحكي إش لوفة ما تغير علي دو لوفست هون عندي تغير من لوف للوف لأنه فعل شازه قوي وإير زي إس عندي لوفت يعني عندي بالمركز الثاني دو والمركز الثالث تغير عندي من لوف للوف إير لوفت وير زي زي لوفن بالبغايت تغيرتهم لوفن بصير ليف إش ليف طبعنا ها محتنن هاي إش ليف دو ليفست إيا زي إس كمان ليف متل إش إش إيا زي إس ليف إير ليفت فير زي زي ليفن بيان عنا الفرق بين الفعل البسيط اللي هو القاعدة واحدة بتمشي عليه والفعل الشاز يلي هو بتغير عندي من جزر الفعل وبتغير عندي بالبغايتغتم وبتغير عندي بالبرتسي بصفاي إذا تغير بواحد منهم فهو فعل شاز الأفعال القوية أو الشازة بالزمن الحاضر بتنقسم لثلاث أنواع أفعال بتتغير تماماً عن المصدر وأفعال بتغير فيها حرف متحرك واحد وأفعال بضاف إلى حرف أو بنحذف من حرف كيف يعني؟ الأفعال بتغير فيها المصدر تغيير تعم مثل عندي الموضال كلايات موسن، زولن، كونن، ديوفن، فولن، موغن بالإضافة عندي سين، هابن، فردن، فسن، نامن طيب خلونا نمشي مع كل فعل كيف تغير فيه الفعل كلايات من الانفينيتيف تابعه عندي الفعل زين إذا بدأ أصرف الفعل زين وأحكي إش فعل زين معنا يكون إش صار بن من زين لبن الأهمية الفعل زين والفعل هابن هنا أفعال الشازة هاد بشير قديش مهمين الأفعال الشازة أهم فعلين باللغة الألمانية شازين زين بصير عندي إش بن دو بست أيا زي إس إست فير زين إير زايد وعندي زي زي زين لحظنا من زين لبن بست إست زين زين طب عندي الفعل هابن إش هاب دو هست أي زي إس هات فير هابن إير هابت زي زي هابن كمان تغير هست هات هابت عندي روز عمfried أحل فأس لابن weiss, wir wissen, ihr wisst, sie, sie wissen عندي نامن معنى أخذ ich نام بعد أن عندي do نمست نمست صار في e نمست a, z, s صار عندي نمت wir namen, ihr nemmt sie, sie, namen مثل ما لاحظنا هون أنه الفعل الشاز النوع الأول من الأفعال بتتغير تغير تام عن المصدر لسا عندي musen, zolen, kunen, dufen, volen, mugen النوع الثاني من الأفعال الشازق أفعال بتغير فيها حرف متحرك داخل الكلمة طبعا متابعيني اللعن بتابعيني الدرس هلأ يا ريت ألموا ورقة بس تكتبوا معي هاد لون ثلاث أنواع لأنه رح يسهلوا عليكم كتير حفظ الأفعال لقدام الأفعال بتغير فيها حرف متحرك داخل الكلمة هاي الأفعال بتغير فيها حرف متحرك إلى حرف متحرك آخر وهدي التغيير بس بيكون مع الضمائر do, a, z, s أما بقية الضمائر فبتتعامل هاي الأفعال معاملة الأفعال الضعيفة وهي الأفعال بتنقسم لثلاثة ثلاث أقسم قسم الأول أفعال بتحول فيها الحرف المتحرك a إلى a a إلى a وهذا الشي مع الضمائر متل ما حكيت a, z, s, do يعني عندي الفعل فاغن أو تغاغن أو لوفن بلاحظ متل ما شدول عندي ich fahre متل ما هو du fährst تحول لل a ل a a, z, s, fährt وبقي متل ما هو مع wir, z, s, fahren, ihr fährt متل كأنه فعل ضعيف عندي يعني الفعل اللي بيكون فيه حرف a بعملو a مع الضمائر a, z, s, du الفعل tragen بمعنى حملة ich trage du trägst a, z, e, s, drigst كمان بقي وعملتو مع الضمائر الباقية كأنه فعل ضعيف الفعل laufen ich laufe du läuft a, z, e, s, läuft من هاي الأفعال المهمة عندي الفعل عندي أول شي الفعل fahen بمعنى يسافر عندي الفعل gefallen بمعنى يعجب عندي الفعل schlafen ينام laufen يهرول baaken يخبز halten يقف einladen يدعو يعزم lassen يترك يدع tragen يحمل يرتدي ملابس gaten ينصح يخمن vachen يغسل wachsen ينمو يكبر يترعرع schlagen يضرب anfangen يبدأ مثل ما شايفين هاي الأفعال كل ياتا يعني هي المستخدمة هي البستخدمة بحياة اليومية خلصنا من الجزء الأول من الأفعال بتغير فيها متحرك لمتحرك آخر اللي هي إذا كان عندي آ بحاوله لأي وهي الأفعال الأكثر استخداما حكيتها مع معنية الجزء الثاني المجموعة هي الأفعال بتغير فيها حرف اي لأي اي لأي مثل عندي الفعل شبرشن بحكي أنا اي شبرشة طبعا أنا عم بحكي بس مع الضمائر دو ايا زي اس بس للتذكير اي شبرشة دو شبرشت صار عندي بدال اي شبرشت ايا زي اس شبرشت عفا دو شبرشت احكيت هيك مكان ايا زي اس شبرشت كمان عندي الفعل جيبن اعطى اي شجيبه دو جيبست امتل اي صارت اي جيبست ايا زي اس جيبت فجسن نسا ايش فجسة دو فجست ايا زي اس فجست كمان هاي الافعال بدي ارجع اذكر الاي لما اشوف الفعل اي بحول فيه لأي ومن الافعال المهمة اللي بحول فيه لأي هي بمعنى يعطي بمعنى يتحدث بغشن بمعنى يكسر اسن بمعنى يأكل فغسن يلتهم يفترس هلفن يساعد فجسن ينسى ففن يلقي يرمي تغفن يلتقي يقابل ومعنى ومعنى يكسر ومعنى طبعا متابعينا بتمنى منكو تكتبوا معي هاي الافعال طبعا متل ما حكيت رح ينزل دروس لقدام عن كل الافعال الشازة بسبب اهميتها وعن اكثر الافعال الشازة المستخدمة يعني هاي الافعال كليات رح ينزل لقدام القناة عندي كل فعل بغد تغيطهم تبعوه المسال عليه والجزء الثالث من الافعال بغير فيه حرف متحرك لما تحرك اخر هي انا اني بضيف حرف لما يكون بالفعل عندي حرف ا مثل افعال يعني مسلا ضفت قبل ا عندي من اهم هاي الافعال زين لازن قشان وجزء الثالث من الافعال الشازة او اي فعل باللغة الالمانية بنتهي ب اس ست است ست بعد حسف الان و الان مع الضمائر دو ايا زي است بس بضيف ما بضيف مع دو است مثل عندي الفعل هايسن لازن نتسن طبعا هايسن بمعنى يدعى يسمى لازن يقرأ و نتسن بمعنى ينفع يفيد مثل عندي ايش هايس دو هايست معنو عندي دابل اس 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 فانا ما بضيف استالت لدو لا بخليه هايست ايا زي اس كمام تبقى هايست بعدين wir هايسن ihr هايست زي زي هايسن لازن ايش لازة دو ليست لانو منتهي عندي لازن باس ما بضيف استانية دو ليست ايا زي اس ليست نتسن فعندي ايش نتس عندي دو نتس ما بضيف اس بعد الز ايا زي اس نتس اوكي الفعل بنتهي باس ز اس ما بضيف علي مع دو اس اضافية بخلي بس بضيف تا يعني مثل ايا زي اس في حال الفعل كان منهي ب اي ال فأنا بحزف مع الضمير يعني عندي افعال مثل يعني يبحث في جوجل بمعنى يبتسم معنى يدق الجرس يجمع يتاجر او يفاصل بلاحظ انا تصريفه مع الضمائر حزفت ال اللي قبل ال بالفعل من جزر الفعل وحطيت اللي هي بتتصرف مع ال اما معدو هندلست زاملست زي اس ا هندلت زاملت بيبقى الفعل مثل ما هو بس انا بضيف عفوا بحزف ال ا وبصرف الفعل من دون ا في حال منتهي ب ا ال في عندي افعال كمان بتنتهي ب د او ت فبعد حزف ال ا ا او ال بضيف مع الضمائر د ا ز اس ا حرف ا قبل النهاية التصريفية من امس ال الفعل بمعنى يجيب يرد عبايتن يعمل بلد يبني يركب فند يجد مثل ما شايفين بتصريفه بحكي للفعل انفورتن ما بضيف شي لدو بدي اضيف بعد حرف ا فبصير دو انفورتست دو انفورتس ايا زي اس انفورتت اير انفورتت الفعل فندن بحكي ايش فند دو فندست ضفت بعد دا ا دو فندست ايا زي اس فندت و اير فندت كمان هاي القاعدة بتمشي معي نفسها بالضبط على الافعال اللي بتنتهي بم او ان بس بشرط انه يكون في قبلها سابقة حرف ساكن ما عدا حرف ال الر او ال ال غيش نست غيش نست ايا زي اس غيش نت اير غيش نت تمام متابعينا هيك بكون انا استوفيت كل شي عن الافعال الشاذة باللغة الالمانية وكل شي عن اي فعل باللغة الالمانية لازم اضيف عليه حرف او احزف منه حرف بتمنى انه هادي الدرس كتبوه وتابعوني هلا بالدرس اللي بعدو ويلا سلام